عايز اتكلم عن طهر محمد طهر لان الناس بتتكلم وبتقول ان طهر مش هو ده اللعيب اللي احنا كنا منتظرين منه اداء افضل من كده مش هو ده طهر لكن واضح على طهر امبرح في المباراة انه هو عايز يعمل كل حاجة في الكرة عليه ضغط شوية الكلام من ده عايز يزبط نفسه يعني ده طبيعي اللعب متواجد في النادي اللعي لكن احنا عايزين نواجه رسالة لطهر لعيب كبير جدا 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 عندنا ثقة كبيرة جدا فيه وفي امكانياته حتى لو طهر محمد طهر احنا بنقول له من خلال رسالة جماهير النادي الاهلي لو العشر مطشط اللي جايين لعبهم بشكل مش جيد احنا في ضهر ووراه وحنسنده لان هو لعب كواليتي عالي جدا امكانياته عالية جدا ومستوى حييجي حييجي وده طبيعي جدا ممكن ما تبقاش موفق في البدايات لكن الشخصية موجودة الجانب المهاري كل الامور البدنية والفنية اللي ممكن تتمنها في اي لعب يكون عندك في النادي الاهلي متوفرة في طهر محمد طهر ان شاء الله بإذن الله خلاله في فترة جاية يكون افضل من كده بكتير ومطلوب جدا دعم جمهور النادي الاهلي وده امر انا متأكد منه لهذا اللاعب كهربا كان احد ابرز من جمه وورا مبارح بجانب علي معلول اهدف طبعا كان علي معلول وكهربا وايضا مين تاني يا جماعة فكروني اهدف النادي الاهلي مبارح وصولية حط هدف جون حلو قوي فبالتالي كهربا بتحديد شارك في هدفين الهدف اللي هو الاولاني اللي جي من ضرب الجزاء ده هو وجاب الهدف التاني ونفس الحال بالنسبة العالي معلول جاب الهدف ده وصنع هدف عمر السلية الاخير الهدف التالت ففي كل احوال امور جيدة وبداية مبشرة جدا بالنسبة للنادي الاهلي وان الهدف خلاص تحقق من مبارحة مبارح وان انت خدت الثلاث نقاط لكن